اهلا بكم جديد افتتح معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة افتتح مرافق شركة مولر الشرق الأوسط المتخصصة بصناعة الأنابيب النحاسية ويهدف المشروع لتلبية الحاجة المتزايدة على الأنابيب النحاسية المخصصة لأجهزة التكييف والتبريد في سوق دول الخليج العربي انطلاقا من منطقة البحرين العالمية للاستثمار ويساهم في خلق نحو 200 وظيفة وتعتبر شركة مولر الشرق الأوسط مشروعا مشتركا بين شركة ممتلكات البحرين القابضة الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين وبين شركة مولر اندستريز المدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في المنتجات الصناعية وبين شركة كيان المشاريع الصناعية ممثلكات نجحت ان تستقدم المصنع هذه الصناعة في البحرين واحد طبعا مساهمين بين تقريبا ثلث المساهمة في المشروع هذه هذه المصنع سوف ينتج من قضبان النحاس حق استخدامات التكييف في البحرين والمنطقة الخليجي العربي توقع اننا ممكن نستهلك نصف انتاجنا في البحرين وربع ثلث الانتاج في البحرين والبقية يصدر دول مجلس تعاون الخليجي والمنطقة طبعا احنا البحرين قدرت ان تجذب المصنع هذه الى البحرين بما تميز فيه من سهولة في الاستثمار والخدمات الموجودة للصناعات في البحرين وشيء كبير جدا كان المصنع ارتاحوا جدا منه ان قدروا يوظفون كوادر بحرينية مدربة قادرة على تشغيل المصنع هذه وفقت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية على زيادة رأس المال المصرح به للمجموعة الى 2.5 مليار دولار بعد الحصول على موفقة مصرف البحرين المركزي هذا وقد كشف الرئيس تنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف ان المجموعة توزعت على المساهمين خلال سنوات العشر الماضية نحو مليار دولار كارباح نقدية واسهم مؤكل مضي المجموعة قدما في تعظيم حصص المساهمين من خلال استراتيجية عمل مدروسة يتم تطبيقها في الوقت الراهم وقد اكد عدنان يوسف استمرار المجموعة في التوسع افقيا ورأسيا من خلال فتح المزيد من الفروع في الأردن وتركيا إضافة إلى فتح أول بنك رقمي إسلامي في أوروبا عبر وحداتها في تركيا أعلنت شركة مطار البحرين عن طرح مناقصة للشركات الرغبة في تولي مسؤولية تشغيل مركز اتصال استعلامات مطار البحرين الدولي والصوت الإعلاني في المطار ويعمل مركز الاستعلامات في المطار الحالي من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي كما يعمل مركز الصوت الإعلاني من خلال الإعلانات الصوتية العامة الأوتوماتيكية واليدوية وقد صرح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين أيمن زينل أن خدمة العملاء رفيعة المستوى تأتي على رأس أهم الأولويات في أي مطار في العالم مؤكدا أن شركة مطار البحرين تسعى دائما إلى توفير كافة المعلومات الضرورية عبر بوابتها الإلكترونية أعلنت وزارة الصناعة وتجارة والسياحة أن مجموعة رسائل النصية التي قامت الوزارة بإرسالها خلال العام الماضي 2017 بلغ مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف رسالة نصية وقد شملت الرسائل النصية عدة إجراءات خاصة بالمستثمرين وجميع فئات المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية وتعتبر جميع الرسائل إشعارات بشأن المعاملات الإلكترونية التي يتم التعامل معها في أنظمة الوزارة وتوضح حالة الطلب المقدم ووضع المؤسسة أو الواكلة التجارية كما تغطي هذه الرسائل نظام سجلات ونظام فحص المعادن والمصوغات الثمينة ونظام المناطق الصناعية كما أرسلت الوزارة رسائل للجمهور بشأن حماية المستهلك بلغت مائة وخمسة وثلاثين ألف رسالة توعوية وتثقيفية نتوقف الآن مع أسعار صرف الدنار البحريني مقبل العملة الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نواصل نشر الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفلت البورصة بانخفاض نسبته 0.34% مغلقا عند مستوى 1336 نقطة وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.486.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 219.000 دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 40% من قيمة الجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى غلاقات الأسواق الخليجية حيث غالب الارتفاع على أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية في ختم تعاملات اليوم نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي شهدت ارتفاع بنسبة قارب نصف نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 7761 نقطة لواصل ارتفاع للجلسة الثانية على توالي بدعم من صعود مؤشر قطاع تجزئات السلاع الكمالية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 0.28% مغلقا عند مستوى 6686 نقطة ويعود سبب الانخفاض للأداء الضعيف لأغلب مؤشرات البورصة الكويتية في تداولات اليوم ننتقل إلى سوق أبوظبي للوراق المالي الذي كان أعلى المتفعين في تعاملات اليوم بنسبة 0.91% مغلقا عند مستوى 4566 نقطة بدعم من قوة السيولة لدى أسهم السوق القيادية فيما غفل سوق دبي المالي بارتفاع بنسبة 0.75% مغلقا عند مستوى 326 نقاط وذلك بسبب تقدم مؤشر قطاعات العقارات وخاصة سهم إعمار في حين سجل سوق مسقط للوراق المالي ارتفاع بنسبة 13 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4796 نقطة مدعوما بالأداء القوي لغالبية مؤشرات البورصة العمانية وعلى رأسهم قطاع الخدمات نتابع مع الأخبار الخليجية حيث تتطلع شركة النفط السعودية أرامكو لشراء حصة أغلبية في مجمع لتكرير والبيترو كيمويات بقيمة تبلغ 46 مليار دولار في ولاية مهاراشترا الوقع غرب الهند ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم التفوق على العراق لتصبح أكبر موردي الخام للهند التي تعد ثالث أكبر مستورد له في العالم ومن المتوقع أن تتجاوز طاقة المصفات الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن تبدأ الإنتاج في موعد أقصى عام 2022 العلاقة النموذجية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي علاقة فريدة من نوعها اتسع دولتان إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينهما وتشجيع التنوع الاقتصادي المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة ريم جناحي تعود جذور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى اكتشاف الشركة الأمريكية ستندر أويل كومبيني أف كاليفورنيا النفط في المملكة عام 1933 إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين ب135 مليار ريال ووفقا للبيانات الأولية لعام 2017 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء تحتل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بواقع 69 مليار ريال التي تشكل من نسبته 51% من حجم التبادل التجاري بين البلدين ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة المنتجات المعدنية والمنتجات الكيميائية العضوية والأسمدة والألمنيوم ومصنوعاته واللداء ومصنوعاتها فيما تعد السيارات وأجزاؤها والمركبات الجوية وأجزاؤها والأجهزة والمعدات الكهربائية والأجهزة الطبية من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية والمختلطة العاملة في المملكة 474 شركة منها 90 شركة صناعية و384 شركة خدمية فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال وتدل هذه العلاقات الناجحة بين البلدين على حرصهم لتنمية التجارة والاستثمار لتنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية وخلق مستقبل اقتصادي مشرق في الإمارات أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار لينضم بمجابه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار وقال سمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة مبادلة للاستثمار أن يعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار من شأنه خلق شركة استثمارية تتمتع بنطاق استثماري وجغرافي متنوع وواسع وكفاءات بشرية متميزة الأمر الذي يعود إلى تعزيز قدرة الدولة على تنافس التجاري والاستثماري على الصعيد الدولي هذا وأشارت بلومبرغ مشاهدين أنه بضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة مبادلة وقيام أبوظبي بدمج صناديق سيادية بمئات المليارات من الدولارات فإن عملية الدمج هذه ستخلق صندوقا سياديا للإمارة لتجاوز حجم أصوله 200 مليار دولار